أخر حاجة معي دقيقتين أخر حاجة عايز جمهور النادي الأهلي دايماً ما ينساش أنه ما يقدم النادي الأهلي حتى بأخطاءه حتى بإجهاده حتى بغيره بتتكلم على أرقام 14 فوز متتالي مسجل 35 جول هدفين ونص في إجهاد في إصابات في خروج مع تجديد دوافع بعد الفوز بدوري أفطال أفريقيا وده مهم جداً أنك عمل بالجدد دوافع طول الوقت وإنت كسبان دوري أفطال أفريقيا وخارج بنشوة فأنت بعد الناشوة دي ترى عمل ران 14 وهو الرقم القياسي في الدورة الموسم الحالي مباراة كل 3 تيام تاريب مع عملية الإجهاد وأنت مجبر على عمل الروتيشن وما فيش فريق في العالم رقم واحد زي رقم اثنين فطبيعة تتأثر وده شوية جاي في النحية الدفاعية لأنك مستقبل عشر أهداف في آخر 14 مباراة ولكن ما يقدمه مرس الكولر ما يقدمه لعيب النادي الأهلي من 14 فوز متتالي أين كان بتلعب مين أين كان بتلعب مين فيه مباراة في رامز الماضية ومدرين فيوتشر الفريق القوي جدا جدا ناس بتتكلم على مستسلة المباراة ده فريق الرابع على الدوري الفريق أقوى تاني خط دفاع في الدوري بقاله تسع ماتشات خسر مباراة وحيدة في ظروف كده مع الإسماعيلي مع كافة انطلعت يوسف ما بيخسروش فأنت بتتكلم على فريق صعب جدا جدا بتتكلم على حالة بتاعت النادي الأهلي ومعدلات التسجيل والأهلي جمهور بقاله سنتين بيقول إيه عايزين مهاجم عايزين مهاجم عايزين مهاجم والحد اللحظة عايزين مهاجم فين المهاجم فين المهاجم كل يوم انت بتقول أخبار عن مهاجم كل الناس تتكلم على مهاجم فريق جايب النهارد وانا بتتكلم 24 مباراة جايب 59 جول يعني اجاب 60 جول بس في الدوري فبتتكلم على ان الحالة ما يمر بها النادي الأهلي بما فيها من أخطاء هي حالة فريدة الحدوث بعد بطولة بعد بران 14 مباراة السمن انه كسب 17 مباراة على التوالي. الاهلي قريب جدا من انه يعمل رقم لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية. اذا اذا ما استمر رفوزه في المباراة اللي جاية. الاهلي بقيله عدد مباراة كبير تمام متشاط او تسعة متشاط. الاهلي افضل رقم يتعامل في تاريخه مرتين. مرة الفايلر. ومرة الجزئي 17 مباراة. انا ليه رأيي. اقول ليه اتفاق اطافك او اختلف. بس بكلمة واحدة. اقول لي. يلا. مارتش افضل مدرب اجنب الجي في تاريخ مصر. بعد جزئي. ميلو الجزئي طوال. اوكي.